بعد انتشار فكرة تغيير غرف الإقامات الجامعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترميمها من طرف طلبة المقيمين ها هو طالب جابر أبيش يرفع التحدي بمبادرة استثنائية من أجل تغيير الوضع الكارثي للغرفة التي سيسكنها طيلة الموسم الدراسي في أول يوم جينا جيت هنا الإقامة اهمال مصلحة الخدمات الجامعية لدورها في عادة ترميم غرف الإقامات دفع بالعديد من الطلبة إلى تهيئتها وطلائها من مالهم الخاص لخلق الجو الملائم للدراسة والسكن على حد سواء الحمد لله كانت عندنا الإرادة يعني والأساس يعني شاب وكذلك طالب جامعي كانت عندنا الإرادة أن نروح وكذلك نروح نشري بعض الطلاء والحواج اللي نسحقوها في هذا المشروع اللي قام بها تصنع إنسان تصنع من تصنع لك الجو من أجل معناها دراسة أحسن إذا أردت أن تعيش سعيدا فابدأ مشروع التغيير من نفسك أولا وابذل جهدا وحاول تغيير ما حولك بقدر ما تستطيع